ما حصل في بردامان الإسباني اليوم كان متوقعا خصوصا من أحزاب أباجديات الحزب عندها وتوجهاتها الحزبية تدعم البوليساريو يعني هي اللي تكلمنا على بوديموس بوديموس هي الذراع السياسي هي الذراع السياسي للبوليساريو سواء في مؤسسات الأوروبية أو في البردامان المركزي الإسباني أو في البردامانات الجهوية الإسبانية يعني هي الناتق الرسمي باسم البوليساريو وهذا كان متوقعا هذا من جهة أيرسي في كتالونيا الحزب الكتالاني الماسيوناليست الوطني الذي يدعم البوليساريو جهارا نهارا البلدو هي البلدو في الحزب الثالث اللي هو بلدو اللي هو حزب هو كان الذراع السياسي حتى لإطال الإرهابية الباسكية ويدعم البوليساريو جهارا نهارا حتى هو جهارا نهارا وهذا كان متوقعا خصوصا أنه يصرفون مواقفهم ليس معارضة للحكومة بقدر ما هو أو معارضة التوجه الحكومي بقدر ما هو إسكات لأنصارهم وهو تسويق موقف داخلي لتهديئة القواعد وتهديئة الناخبين خصوصا أن هناك جمعيات كثيرة جدا تعمل في إسبانيا لدعم البوليساريو وأصلا هناك جمعيات أسستها البوليساريو تكلمنا عن جمعيات صداقة الشعب الصحراوي ما يسمى بجمعيات صداقة الشعب الصحراوي هذه جمعيات أسستها البوليساريو وأصبحت لدها قواعد كثيرة جدا من الإسبانيين في كل المدن وعندها شبكة كبيرة جدا تعملوا يعني منظمة جيدا يعني هناك تنظيم محكم بينهم كي يخدموا في مرة كي يخدموا في وقت واحد وهذا كيشكل ضغط على هذه الأحزاب وهذه الأحزاب تبحث عن استمالتهم وهذا يحيلنا إلى أن نتحرك مرة أخرى تتحرك الدولة للوصول إلى اتفاق كما كان الاتفاق الذي عرضه سبطره لتصويت المقيمين إذا صوت المقيمون المغاربة في إسبانيا هذه الأحزاب كلها ستذهب للبحث عن ود المغاربة وسيتغير الموقف راديكاليا لأنهم يبحثون على الأصوات هذه نقطة وعودة إلى قرار البرلمان ولن يكون هناك مشكلة حسب القراءات وحسب ما سمعنا وحسب تصريحات جميع الأحزاب لا أظن أن سيكون هناك مشكلة في تمرير الاتفاق الأخير مع المغرب وخصوصاً من الحزاب اليمينية لتكلمنا على الحزب الشعبي تكلمنا على ثيودادانوس تكلمنا على بوكس هذه أحزاب فقط امتنعت عن التصويت لتلبية مطالبها الحزبية وليعقد صفقات ما بين الحكومة ومطالبها ومطالب هذه الأحزاب يعني لن يكون هناك مشكلة خصوصاً مع الأحزاب اليمينية الأحزاب اليسارية يجب أن نصل لها خصوصاً ويجب أن نتحرك أن تتحرك كل هيئات في المغرب لدعم هذا الاتفاق ولدعم سانتشيز في ورطته كما قلت لدعم سانتشيز مع الأحزاب الأخرى يجب أن نصل كيف نصل يجب أن تكون هناك زيارات للجنة الخارجية في البرلمان المغربي أو في مجلس المستشارين للقاء والحديث مع الفرق البرلماني الأخرى غير الفرق الاشتراك الفرق الاشتراك يره معنا ولكن خاصة نصل إلى الأحزاب الأخرى كيف سنصل إلى الأحزاب الأخرى؟ يجب أن نشكك في تمثيلية البوليساريو البوليساريو لا تمثل الصحراويين البوليساريو تمثل مجموعة فقط قليلة جداً من الصحراويين لا يمكن أن تربطنا الأحزاب الإسبانية بما تريد البوليساريو تربط كل الصحراويين خصوصاً أنه في الصحراء غير فقط في الصحراء المغربية يوجد أكثر من 72% من الصحراويين إلا رجعنا غالة وائح الممتحدة كانت 69% من الصحراويين موجودين في التراب المغربي ضف لهم 24 ألف عائد إلى أرض الوطن ضف لهم شباب التغيير ضف لهم خمسة مارس ضف لهم صحراوي من أزل السلام ضف لهم خط الشهيد هذا كل ما أرض البوليساريو فكيف يسوقون على أن الوحيد الذي يمثل هو البوليساريو كيف وإذا عدنا حتى لطريقة اختيار هذا الرئيس اللي عند البوليساريو زعيم البوليساريو أو المجموعة الحاكمة كيف يقول لك لا ركن ديره كي ديره المؤتمر مؤتمر شنا هو المؤتمر المؤتمر الرئيس يعين لجنة تحضيرية يعني لجنة تحضيرية تابعة للرئيس شخصيا وكتدير ديزان فيتاسيوم وكتدير استدعاءات وتستدعي من تريد تستدعي تقريبا أطور الدولة فقط أطور النظام ديالهم وتستدعي صفراء الذين يشتغلون عندهم هما في استفارات ديالهم ما يسمى باستفارات هما كاتبهم في الخارج وكيستدعوا من فيصاليهم في الصحراء وحتى المؤتمر لم يعد ينظم وسط مجال مثلا ديال المخيمات عادوا كيددوه بعيد باش يديروا حواجز أمنية باش حتى صوت معارض ما يصلوا وكيحضروا له الفين الفين وخمسمية كيصوتوا على ذلك السيد اللي كيعطيهم المناصب طبعا فأين التمثيلية فمن يمثلون حتى في مخيمات تندوف رمك يمثلوا حتى في مخيمات تندوف يعني هيا كان المؤتمر فيها الفين وخمسمية هيا سيد إبراهيم غالي والبوليساريو هي الممثل الشرعيو الوحيد لالفين وخمسمية صحراوي فقط الفين وخمسمية صحراوي لا رجعنا غير لوائح لنجحت في البلديات في العيون وفي الداخلة وفي وجدور وفي السمارة ركن نجبروا عشرات الآلاف في لائحة واحدة والبرلمانيين نجحوا بعشرات الآلاف من الأصوات يعني أكثر عشرات المرات من هذو اللي كيمثلهم هذا السيد فكيف هذا واللي خاصنا نوصله ثانيا هناك أمر يجب التركيز عليه جيدا 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 وهي الهجمات الإسبانية الهجمات البوليساريو على الإسبان يعني هذو اللي باقي ما لازلوا يسوقون كذبت وأسطورة أننا تركنا الصحراويين وأننا نخناهم للمرة وسنخنهم للمرة الثانية وهذا يجب أن يفهموه لأن هذه كذوبة كذوبة كبيرة جدا يجب أن تصحح للإسبان لقآنا شخصيا جلست مع بعض الإسبان مع بعض البرلمان الإسبانيين وحين شرحت لهم بهذه الطريقة قال لي لا أدري كيف كنا ندعم هؤلاء بهذه الطريقة كيف كنا ندعمه هذا نجيهم مباشرة أول حاجة أول نقطة هذي الناس اللي كتقولوا بأنكم تركتهم لمصيرهم وإبراهيم غالي ذاك النهار في الموندو يصرح ويقول إسبانيا تبراكتنا لمصيرنا إحنا مساكين إبراهيم غالي كان هو مسؤول تعبيئة في المنظمة الطالعية مع بصيري وانتفاضة الزملة في شهر ستة ألف وتسعمائة وسبعين هذا إبراهيم غالي شخصيا كان يغني الشعار الذي كان يغنى الصحراء تبقى حرو فرانكو يمرق برا لطرد إسبانيا بعد ذلك تأسست ما هي البوليساريو البوليساريو هي الجبهة الشعبية تحريص ساقي الحمراء ووادي الذهب ممن من إسبانيا أصلا البوليساريو تشكلت لطرد إسبانيا ولمهاجمة إسبانيا معركة الخنقة عشرين مائة ثلاثة وسبعين هجوم على ثكن إسبانيا ذرتها البوليساريو بعد ذلك موت مرعب بنتيليو حتى حين دا حينما عرضت إسبانيا الحكم الذاتي البوليساريو التي قالت لاستقلال لاستقلال سلمانو بالقتال وقالت بالكفاح والسلاح نفدي الصحراء بالأرواح ضدا في إسبانيا ورفض مشروع الحكم الذاتي الإسباني وقالوا لهم برا فور إسبانيا فور فرانكو هالشي اللي كانوا هذوا مالا في تدلي كانت تكتب فيهم كيف تقولوا لي بعد كل هذا أن إسبانيا تركتك لمصيرك وأنك بقيت وكأنك يتيم إسبانيا وبعد ذلك فهم مباشرة بعد ذلك بعد خروج إسبانيا بعد خروج آخر جندي إسبانيا نهار ستة وعشرين جوج ستة وسبعين البوليساريو لم تكتفي بالنوم بل هاجمت فجرت الحزام النقل للفصفات وقامت ب33 هجوم على بواقر إسبانيا فيهم أكثر من 300 ضحية بين قتيل وجريح ومختطف وفاوضت من أجلهم وطلبت وابتزت إسبانيا بل وابتزت حتى البرتغال إذا أردتم أن نطلق صراحة رهائن عليكم أن تعترفوا بيناكم ممثل شرعي وهذا ما حصل حتى في زيارة فليب تيكونساليش في 76 أو في لقائهم مع في لقاء ابراهيم غالي شخصيا وفاوض ابراهيم غالي اللي يطلق صراحة صراحة فاوض حكومة الدول فوسواريس ابراهيم غالي المحفوظ علي بيبا فاوضوا فاوضوا في 1980 الحكومة الإسبانية اللي يطلق صراحة البحارة إذا بغيتهم تلقوا الرهائن يعني إرهاب هذا اسميته الإرهاب وكأنهم القاعدة في المغرب العربي المغرب الإسلامي نفس طريقة فاوضوا قال لهم أيه ولكن على شرط أن تعترفوا بيناكم ممثل يعني حتى الاعتراف كان ابتزازا لكي يتم الاعتراف بهم أو في أم الدول الفقيرة كان هناك الأموال الجزائرية كانت تكسب الاعترافات يعني هذه خاصة نوصل بهذه المعلومات للسياسية الإسبانية كيف تقولوا كيف تدعموا هذو هل تدعموا هؤلاء ضدا في الإسبان؟ أنت منتخب إسبانيا عليك أن تدافع الإسبانيا أنت تحدى عن مصالح إسبانيا مصالح شركة إسبانيا مصالح مستقبل إسبانيا هناك 18 اتفاقية أمنية 18 اتفاقية أمنية من بين المغرب وإسبانيا 18 تصوروا لو توقفت الاتفاقية هذه ماذا بالأضرار التي ستصل لإسبانيا 18 اتفاقية بين المغرب وإسبانيا وبعيدا عن التفاقية هناك أمور كثيرة جدا في الحدود في ضبط الحدود في الهجرة في الإرهاب في التجارة الدولية المخدرات هناك أمور كثيرة على المحق وفوق كل هذا هناك العمق الأمني والاقتصادي سواء لجزر كاناريا سواء لسبتانيا وللأندلس والعمق التجاري للشركات الإسبانية يعني نحن نعرف أن إسبانيا سترضخ لأن مصالحها أكبر بكثير جدا مما يسوق له هؤلاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر